حسم مغني المهرجنات عمر كمال الجدل المثار على قرار نقابة المهن الموسيقية بتحويله للتحقيق وعلى كل الأخبار المتدولة عن احتمالية وقفه وقال الفنان عمر كمال في فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنا النهاردة في نقابة المهن الموسيقية وكان عندي شغل في تركيا قطعته وجيت هنا عشان النقابة طلبت التحقيق معايا لما نصب إلي من تهمة إهانة مصر في حفلات موسم الرياض في السعودية وتابع عمر كمال أنا كلمت النقابة وشؤون المجلس والنهاردة حققوا معايا وقدمت كل ما يثبت أني مليش أي علاقة بكل الكلام اللي تقال وكل ما نصب إلي واختتم عمر كمال رسالته وقال أنا مستني نتيجة التحقيق وإنها تطلع نتيجة كويسة جدا على حسب ما تفهموا الكلام اللي أنا قلته وبشكر كل من دعمني وأنا عمري ما أسيق لبلدي وبشكر النقابة إنها استجابت لدعوتي إن يتحقق معايا وكانت حالة من الجدل تسبب فيها مغني المهرجنات عمر كمال في أول تعليق لي على أزمته الأخيرة وقرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بتحويله للتحقيق أزمة عمر كمال بدأت لما وقف عمر كمال على مصرح أبو بكر سالم في حفل أقيم ضمن احتفالات موسم الرياض وغنى أغنية بنت الجيران واستبدل عمر كمال كلمات الأغنية خمور وحشيش بطمور وحليب بس دي ما كانتش الأزمة الأزمة إنه قال أنا غيرت كلمات الأغنية علشان تتناسب مع الأرض الطهرة اللي احنا وقفين عليها ورجع عمر كمال كتب نفس الكلمتين دول على صفحته الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وده تسبب في حالة من الهجوم عليه واتهم كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بيهين مصر بالهذا الكلام وردا على الكلام ده أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار بإحالة عمر كمال إلى التحقيق بعد وقعت تغيير كلمات أغنيته من خمور وحشيش إلى تمور وحليب ومن خلال بيان أصدرته نقابة المهن الموسيقية قالت فيه مصر وطن مقدس ومصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها واستؤمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار العالم حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تهان اشتركوا في القناة